موسيقى خلينا أخذ السابعا ترفض معظم الكنائس في المنطقة الإسلامية تعميد العابر دي حقيقي وهي المشكلة كبيرة جدا وخاصة عندما يعلم العابر مدى أهمية الولادة الثانية بالإيمان إلى آخره يعني بعدين بقول وأشياء وأشياء أخرى تدم القلوب وتجر الدموع أنهارا من هولا شكله مجمور كائن محمد لا مجال لذكرها لكن نها بشيء حلو فالمحبة لا تقبح ولا تنتفخ ولا تسقط أبدا وهاي طبعا إحنا مثل ما بتعرف أخوي هشام إحنا بيوصلنا كتير من الرسائل يعني واحدة من الرسائل أخت عابرة من مصر عقلانية يعني هي صبية صغيرة وبتحكي أنه كيف بتتابع البرامج والإشي اللي لمسها اختبارات العابرين وبشكل عقلاني يعني لما بشرحوا بشكل عقلاني بتقول أنا مسلمة وآمنت من سنتين وبعدين تكلمت هي فاتت الجامعة وبدها تبحث فابتدأت في البحث فكانت تدرس اللغة اليونانية القديمة واللاتينية والآثار الخاصة والحضارة اليونانية والرومانية كله وعاوزت تتأكد إذا فيه الكتاب فيه التحريف عشان ترجع للمخطوطات القديمة والأصلية لما بتدأت تقرأ الكتاب المقدس حتى درست الآن جيل المنحولة يعني الأبوكريف وبتقول أنا مررت بصدمات كثيرة في إيماني وبسبب المعلومات المغلوطة لكن أول شيء شو اللي صار زي اللي صار معاك قررت ترك الإسلام لأنه دين غير صحيح هذا أنا بقتبس الأخت واستمرت في قراءة الكتاب المقدس يعني شبيه اللي أنت مررت فيه وكلمة الله بترأت تجذبني وتجاوب على أمور كتير واتعرفت أنه كيف إله بضحي من أجلي وباستجيب لي ولا ينظر لي نظرة السيد للعبد الذي يجبره أو على فعل كل شيء بس اللي عاوز أقوله في الآخر بتقول يعني آمنت بعقلي وقلبي واو بعدين بتقول لم أستطع التعميد يعني بدأت تتعمد قال ليش العذر لأنه مش عارف لأي طايفة تنضم وطبعا هون يعني عندي اختباراتها كل اختبارات من المسلمين آمنوا بالمسيح نحن كل شهر بنعمل إحصائية على الناس اللي بتيجي للمسيح وصدقني أعداد كبيرة أخشب هاي الأخت من غير ذكر أسماء لأنه هي من عيلي متعصبة متحفظة جدا وعاوزة تتعمد مش عارفين كيف تتعمد لأنه في مفهومة راح تنضم لطايفة كان بيتكلم أخويا دانيل عن أن إحنا كبنيجي كعابرين اللي بيأثر في حياتنا وبيساعدنا أن إحنا ننمى أن إحنا نكون ناظرين لشخص المسيح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع لو بصينا على مستوى الناس اللي حوالينا أو مستوى الأشخاص اللي في الكنيسة بس الاحتياج أن ربنا يحط في حياتها إذا أنتم بتكملوا معاها بطريقة الإرشاد وحد بيساعدها يقدر يرشدها ويساعدها أكتر أن هي تتعمد من خلال كنيسة كنيسة ب المسيح ما جابش طوايف المسيح جاب حياة ما جابش ديانة ومعظمنا كمعظمنا كأشخاص جنع من الخلفية المسلمة فاكرين أن المسيح إحنا نقلين من ديانة لديانة لا إحنا مش نقلين من ديانة لديانة إحنا نقلين من ديانة لحياة في الشخص الرب يسوع